موسيقى السيدات و سيدة حوار خلط جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام حوار اليوم يدور حول منطقة يدور حول تطوير منطقة سور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية وذلك لإحياء القاهرة التاريخية وعادة الوكة الحضاري للقاهرة التاريخية والتراثية كما تطرق الحوار أيضا إلى المشروع القومية للإسكان الاجتماعية من خلال الحوار عبر سكايب مع سيدة الأستاذة مية عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري مشاهدين الكرام أرحب مع حضراتكم بضيفي أولا السيد المهندس عبد الحميد الشرقوي نائب رئيس جهاز منطقة عين الصيرة وصور مجرى العيون مش مهندس برحب بسيدتك أهلا وصالح أهلا وصالح أهلا وصالح لكن بعد أن أتابع سويا هذا التقرير ابقوا معنا مشاهدينا خلال جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التفقدية لأعمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة أشاد رئيس الوزراء بما أصبحت تتمتع به المنطقة من طبيعة خلابة وما يميز مكانها حيث تتواجد في منطقة لها عمق تاريخي وحضاري وهو ما جعل الدولة تسعى لإعادة تطويرها بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها رئيس الوزراء تابع آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سور مجرى العيون بما في ذلك موقف إزالات العمارات والمباني القديمة ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الهدم إلى جانب التعرف على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه استكمال إزالة باقي العمارات الموجودة بالمنطقة بما يضمن سرعة البدء في تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة المنطقة بوجه عام وتنفيذ هذا المشروع الحضاري المتميز كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضا إلى منطقة بحيرة عين السيرة لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطويرها وتفقد ما يتم من أعمال لتنصيق الموقع العام للمشروع تتعلق بالمسطحات الخضراء والإنشاءات من جانبه أشار وزير الإسكان إلى أن الأعمال التي يتم تنفيذها في محيط البحيرة من مطاعم ومتنزهات ومناطق طرفيهية ستكون جاهزة بالكامل بحلول نهاية العام الجاري ويأتي تنفيذ أعمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون ومحيرة عين السيرة في إطار خطة متكاملة لإعادة الوجه الحضاري والتاريخي لمختلف مناطق القاهرة التراثية موسيقى من جديد أرحب بحضرتكم مشاهدين الكرام كما أجدد الترحيب ضيفي السيد المهندس عبد الحميد الشرقوي نائب رئيس جهاز منطقة عين السيرة وصور مجرى العيون مش مانتص من جديد أهلاً وصهلاً أهلاً بأهلاك تفاصيل الحوار أولاً منطقة عين السيرة سيادتك يعني الكثير من أعمال التطوير تتم في هذه المنطقة خلينا نتكلم الأول عن صور مجرى العيون ما كان عليه الوضع وما يتم الآن طبعاً إحنا الأول بنقول إحنا في حلم حلم جميل جداً بنحققه بتعلمات من سيادت الرئيس اللي أعودنا إن إحنا بنشوف أحلامنا بتتحقق قدامنا صور مجرى العيون لحركة الأسر التاريخي العظيم اللي كان موجود والأهم لفترات طويلة جداً جداً وكان فيه منطقة المدابغ اللي كانت عبارة عن منطقة موبوقة بتنقل التلوث لكل منطقة القرى القديمة دي بقت عبارة دلاتي أو بدئين إن إحنا نخليها منطقة تنية المختلفة بدأنا على كذا مرحلة طبعاً بس نهود فكرة صور مجرى العيون كلنا كنا عارفين الصور وكان فيه مساكن شعبية خلف منطقة المدابغ تم نقل منطقة المدابغ وتحولت هذه المساكن الشعبية يعني تم إزالتها بالكامل وبيتم مشروع كبير في هذه المنطقة أولاً طبعاً هو مبدئياً إحنا نعلنا جزئين كان لازم ننقل جزئين أولاً منطقة المدابغ نفسها اللي كانت ورش بدائية جداً نقلناها المنطقة الروبيكي ودي اللي ورش على أعلى مستوى منجهزة بجميع المرافق والخامات والطرق اللي تؤدي لسهولة الوصول لأي منطقة في الجمهورية الجزء الثاني واللي كان أهم إن إحنا ننقل السكان نفسهم اللي كانوا مكومين في المنطقة دي ونقلناهم فعلاً في مراطق أدمية يقدروا يعيش فيها جزء منهم اتنقل لمدينة بدر طبيعة أوروبا من منطقة الشغل عنده وفي جزء اتنقل لمنطقة الأصمرات والناس كلها كانت مرحبة بالنقل وتم إنهاء مشاكلهم بشكل إنهائي يعني ما أصبحش اليوم علاقة بالمنطقة دي بقي حلم الأحوال طبعاً فينا كل اللي كان ليه قدم واللي أقود وحاجاز كده اتنقل كله لمنطقة تانية بدأت وتشتغلوا في المنطقة وبدأنا بعد كده برفع المخلفات اللي وصلت تقريباً لحد النهاردة مليون ونص مليون متر مكعد من المخلفات ونواتج الحفر ونواتج الأحوال الترصيب اللي كانت موجودة في المنطقة بعد كده ابتدينا مرحلة التصمات طبعاً عملنا جزئين جزء اعمارات سبعين عمارة ترصية المعمار وجزء تاني على واحد وخمسين ألف متر مسطح عبارة عن مول تجاري ومنطقة طرفهاية تخدم المنطقة وبالفعل احنا بدأنا دلوقتي بأننا من شهر 11 شغالين يعني وصلتوا لإيه؟ خلينا بس نوضح للسادة المشاهدين بعد إزالة هذه الأطنان من المخلفات يعني ابتديتوا تعملوا إيه؟ يعني اشرح لي بتفاصيل شوي احنا دلوقتي شغالين في مرحلة يعني ودينا الشغل لشركتين شركة شغالة في المول التجاري زي ما قلت لحرارتك اللي على مساعة 51 ألف متر مسطح وده في مرحلة الحفر ونزال الأساسات العمارة الجزء الثاني العمارات متقدم شوية يعني احنا لوقتي حوالي 18 عمارة شغالين فوق سطح الأرض وصلنا لأرضي وأربع أدوار احنا عندنا الجزء العمارات بالزياد بتقسم عشان برضو أهمية الأسر فعملين أرضي وأربعة أدوار اللي هو قربهم الأسر وكل ما بطلع بالتدريق الغاتل ما بوصل في الآخر لصالح سالم على أرضي وست أدوار طيب العمارات دي لصالح الجهاز ولا لصالح الوزارة ولا يعني انتوا عملينها المستهدف منها هي شراكة ما بيننا وما بين محافظة الكاهرة تمام دي المستهدف منها طبعا أي حد هيقدم عمليين بتصميمات معينة حفظا على المنطقة الأسرية أن شكل العمارات نفسه طبعا يعني رعيته في ايه احنا في منطقة أسرية اسلامي فكان لازم ان احنا نرعي التصميم كله التصميم تراثي حتى المول برضو التصميم تراثي بحيث انه يمشي مع المنطقة الأسرية اللي احنا موجودين فيها مدة التنفيذ المحددة ليكو تقريبا في المشروع ده قد ايه 18 شهر يا فن في صور مجرى العيون 18 شهر كنت خلصت كل شيء ان شاء الله بداية من عملية الاستلام حتى التسليم بإذن الله طيب كمان يعني في فئة مستهدفة للاستفادة من هذا المشروع بالنسبة لكم ولا انتم بتشتغلوا بالشراكة مع المحافظة ولسه كجهاز مش عارفين هيتم ايه فيه لا يا فن لسه احنا لسه بتشتغل مع المحافظة بشراكة ولسه مش عارفين ايه لها بقى المستهدفة منها طيب خلينا نتكلم كمان بقى ننتقل الى بحيرة عين الصيرة برضو تدينا فكرة عنها بحيرة عين الصيرة كانت في البداية او كما يسمعها بعين الحياة منطقة عشوائية موبوقة زي ما احناك عارف كانت مارطة على الحيوانات الضلة والتجارة في الحاجات الممنوعة اه حولناها لمنتجة اسيح يعني انا مش هزور الحركة يعني شرم الشيخ الغرض ده زي ما حركة تقول يعني هي كمان الغرض منها انها بتخدم على اه مصر الحضارات المتحف اللي فيه المومات قريب ان شاء الله بإذن الله تعالى اه وفيه متابعة يومية من معالي رئيس الوزراء ووزير الاسكان اه نحنا ننجز الموضوع اه يعني نهايتنا تبقى ان شاء الله في شهر ثلاثة الجاي ده اللي جاي مع ان المشروع منتد لغد اه شهر تسع طيب انا عايز اعرف بتفاصيل يا باشمونس انتوا بتعملوا ايه في البحيرة عملتوا فيها ايه البحيرة على تلاتة وستين فدان البحيرة الوحدةها تلاتة وعشرين فدان اه مكوناتها عندي اه مجموعة من الملاعب اه المطاعم اه كافتيريات اه عندي جزيرة استوائية اه جزيرة شاي اه عندي ممشا بطول اثنين كيلو متر ونص الباقي كله مسطحات خطر اه اه يعني عمليات التنصيق عمليات التنفيذ اللي جنة اللي بتشرف عليها اه مين بيحدد مساحة الحضائق يعني انتوا بتشتغلوا كجهاز مع مين يعني مين بيحطوا لكل خرايط مين بينسق الامور دي كل التفاصيل دي هو طبعا فيه اه بنتفق كهية مجتمعات عمرانية بتتفق مع مصمم مكتب استشاري كبير هو اللي قام بالتصميم انتوا جهاز بتكونوا تابعين لهيئة المجتمعات العمرانية اه طبعا طرحنا بنترح طبعا التصميمات دي لمكاتب استشارية مصرية مين في المية قامت بالتصميم دوت بحيثناها طراعي ان المنطقة تبقى منطقة التنزه فمساحة الخضرة فيها تمثل تقريبا فوق السبعين في المية عاملين تقريبا عدد كبير من الحضائق طبعا هي المنطقة كلها عبارة عن منطقة حديقة مفتوحة حتى المطاعم برضو في المنطقة مفتوحة مخططين للانتهاء سمحك بتقولي يكون الانتهاء من كل ده في شهر ثلاثة الجاي ان شاء الله المرحلة اولى وكله احنا تقريبا وصلنا لحاجة وتسعين في المية ان شاء الله انخلص في شهر اتناشر بقيت المباني الداخلية التشتبات الداخلية اتخلص ان شاء الله في شهر ثلاثة التكلفة بتاعت المشروعات دي مين بيتفحها بشي منصر؟ هي المجتمعات الامرانية هي اللي بتصرف عليها من الالف للياء احنا دلوقتي تكلفة المشروع بتاع عين الصيرة وصل ٢٨٣ مليون جنيه التكلفة المبدئية للمشروع الصور مجرى لعيون ٣ مليار ٣ مليار ٣ مليار طيب يعني عملية الاستفادة الاقتصادية بالنسبة لكم من منطقة بحارة عين الصيرة على سبيل المثال هتكون ازاي؟ هو الغرض مش اقتصادي قد ما هو تطوير وتنمية عبتأكيد بس فيه فلوس الدفع فبالتالي فيه فلوس لازم تردن خلال عملية تشغيل الحضائق والاموتي احنا بنترح لشركة رعية بلتالية اللي بتبتلي التسويق شركة التسويق هي اللي بتسوق لنا بعد الانتهاء في شركة هتسوق الكافتريات وما يتم رئيس مجلس الوزراء كان بيتفقد صور مجرى العيون وبحارة عين الصيرة منذ ايام تقريبا اول امس كمان عايز اتكلم عن تفاصيل الزيارة وما تم فيها هو فيه متابعة يومية يمكن بالدقيق بيتم على مدار اليوم سواء من معالي رئيس الوزراء او من دكتور عاصم جزار يوميا فيه متابعة مننا وفيه زيارات على طول يعني الزيارة طبعا الحمد لله معالي رئيس الوزراء اشهد بالمجهود المفزول وحسنا ان احنا نزود شوية في الرتم بحيث ان احنا نوصل اكتر من كده طبعا انت عارف حركة في ظل الكورونا الدنيا برضو كلمة بساحنا الحمد لله ادرنا ان احنا نزبط المكان هناك ونعمل منطقة عزل واجراءات الاحترازية كاملة وشغالين 24 ساعة بالتأكيد وانت بتطور سور مجرى العيون وبتعمل بحيرة عن الصيرة كمان لازم تطور المنطقة بشكل كامل يعني مش معقولها تكون منطقة حضرية في وسط منطقة عشوائية فبالتالي خلينا نتكلم عن ما يتم من تطوير في مصر القديمة بشكل عام بما يتوكب مع ما يتم من تطوير في هذه المناطق طبعا طبعا يعني المنطقة اللي احنا فيها منطقة لازم تكتمل بالحواليها احنا دلوقتي يعني الهيئة الندسية امل بتطوير كل الطرق الموجودة هناك احنا دلوقتي شغالين في مثلث مثلا ما سبيرو في الموارد قريب المرحلة الجاية السيدة فشغلنا على كل المناطق اللي هناك بس دي مرحلة اولى احنا لسه عندنا مراحل تانية والتالتة بنستكملها طيب خلينا اتكلم على حالك بتقولي دي مرحلة اولى اللي هي تطوير شور مجرى العيون وبحارية عين الصيرة طيب المرحلة التانية والتالتة هيكون فيها ايه يعني بالنسبة لعين الصيرة مثلا هيبقى المرحلة التانية فيها عبارة عن مولاد واماكن طرفية تانية والمرحلة التالتة لسه يعني لسه مش مخططين التفاصيل المتعلقين لكن المرحلة الاولى هي تبقى عبارة عن مولات طيب بقية المناطق كمان بتشتغلوا فيها هل بيتم رافع كفاءة الصرف الصحي حتى قلت لي الطرق اشتغلتوا عليها او الهيئة الهندسية اشتغلت على الطرق والمحاور بالتأكيد في مرافق عديدة لما بديجي نطور منطقة بنتكلم على مرافق متعددة طبعا الى جانب الطرق الى جانب بقية المرافق عملتوا فيها ايه في بقية الاماكن هي طبعا تم تطوير بحيرة عيار السيرة بالكامل سواء من الطرق او مرافق بمعرفة الهيئة الهندسية ومحافظة الكهر طيب يعني انا كنت اقصد مصر القديمة يعني بشكل عام يعني ايه اللي بيتم بعيدا عن الاثنين دول اما انا بقول لك احنا بدأنا يعني هي بدأنا بتطوير المناطق اللي احنا فيها ديت وجاي يعني بقية المناطق نطور فيها برضو بإذن الله باكتمال المشروع في بحيرة عين الصيرة يعني في شهر الثلاثة عملية التستيب ان شاء الله يقدر يكون مفتوح يعني عندكم فكرة ممكن يكون مفتوح للجمهور يعني في اي تاريخ ده بناء على الشركة اللي هتسوي انتو يعني بتتعاون مع الشركة وهي اللي بتحدد بزرط طيب طبيعة عملية الاجتماعات فيما تعلق بالاشراف على عملية التنفيذ يعني انتو بتشرفوا على التنفيذ ازاي ومين بيشتغل مين الشركات اللي بتشتغل في عمليات التنفيذ هي شركات مصرية بالكامل واحنا متوجدين معهم طول الوقت العمل يعني يومي متابعة يومية ومن هنا وفي استشاري كمان على المشروع برضو متابعة 24 ساعة في عملية صور في صور مجرى العيون خليني ارجع طبعا المنطقة تي تاريخية ازاي في عملية التنفيذ بيتم الحفاظ على الشكل الحضاري والتاريخي لهذه المنطقة يعني ايه اللي راعتوه او الشركة بتراعيه في عملية التنفيذ طبعا هو هم حاجة عندنا طبعا القصر اللي هو صور مجرى العيون نفسه ده احنا اخدنا احترازاتنا ان احنا بنبعد عن القصر نفسه بحوالي 30 متر بنشتغل لو صور في صور نفسه بيبعد عنه 30 متر بنقرب نقطة من المباني اللي هي المول او العمراض 30 متر ده الحفاظ على المنطقة الاسارية اللي هناك وبنشتغل هناك بحرص جدا ان احنا اي حاجة احنا معانا لجنة من القصر موجودة معانا موجودة متوجودة في الموقع بتتبعنا لحظة بلحظة طيب عملية تطوير الصور نفسه ايه اللي هيتم فيه ده دي مرحلة تانية دي هتبقى تابع وزارة الثقافة وزارة الثقافة وزارة القصر وزارة القصر صوري يا لأسف عندك فكرة ايه اللي هيتم يعني هيتطوروه ازاي لا لأسف طيب كمان فكرة بيتم توفيه فرص عمل بالتأكيد من خلال هذا المشروع بشكل كبير من خلال الشركات اللي بتشتغل هل انتوا ليكوا دور ولا الشركات هي اللي بتجيب العمالة هو طبعا الشركات هي اللي بتجيب العمالة بس طبعا ده ما يمنعش ان الشركات جابت العمالة من الناس الموجودين في الموقع يعني احنا عندنا مثلا في مشروع عين الصيرة فول 1200 عامل المشروع التاني وصلنا 1400 فعني عدد كبير جدا من اليد العملاء واللي هي معظمها من المنطقة نفسية دور الجهاز بيكون ايه؟ دور الجهاز الاشراف والتمنع طيب عملية الاشراف دي بالتأكيد بيكون فيها مراحل اه طبعا يعني انت بتشرف على الاعمال الخرصانية بتشرف على اعمال التشطيب يعني عايز تفاصيل يعني انتوا بتشتغلوا ازاي معاهم يعني هل انت من حقك تعدل بعض الحاجات ولا انت ما يتم الاتفاق عليه بيتم تنفيذه ولو لقيت بعض الامور بتعليك هزاي لا طبعا احنا احنا نعدل بس بشروط ان احنا بنشوف التصميم الاول لان فيه تصميم مسبق محدود سواء من استشاري معماري او استشاري انشائي لكن احنا حاسينا ان فيه حاجة حاسينا ان فيه حاجة مش مزبوطة احنا بنبص عليها وبنحاول نعدلها سواء مع الاستشاري او مع الشركة نفسية انتم ممثلين للوزارة في عملية التنفيذ حالك قلتني محافظة القرى كمان مشتركة معاكو دورها ايه يعني دور محافظة ايه هي محافظة القرى دخل معنا بشراكة بالارض 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 هل بتشترك في عملية التنفيذ معاكو في عملية الاشراف كبه هز هي بتساعدنا بس في تخلص الاجراءات سواء عن طريق شركات الماية او عن طريق القرى او كده النقل المقالب العمامية بيساعدون فيه كده طيب شمانس لما تم اتخاذ قرار بتحويل هذه المناطق إلى مناطق حضارية في إطار إحياء القاهرة التاريخية وإعادة الوكل الحضاري والتاريخي للقاهرة الفكرة بدأت إزاي؟ يعني هل تقدر تقولي تفاصيل هل كنت موجود وقت ما تم اتخاذ القرار وبالتالي بدأت كفكرة من أول فكرة التفاوض مع اللي كانوا موجودين في المنطقة؟ هو طبعا الفكرة جات من إحياء إحياء القاهرة الأديمة ونقل العشوائيات أو القضاء على العشوائيات فبدأنا بروضة السيدة وبعد كده دخلنا على منطقة عين الصيرة عملتوا إيه في روضة السيدة؟ احنا بنينا لوقتي روضة السيدة بنينا فيها عمارات إسكان ونقلنا فيها الناس ماس بيرو مثلا عملنا عبرها جناك وعملنا إسكان بديل للناس اللي كانت مكيمة في مسلس ماس بيرو فبنحاول إن احنا نطور مسلس ماس بيرو ده جنبنا الناس اللي كانت هنا عملتهم عملتهم عمارات فين؟ برج كامل في نفس المنطقة في نفس المنطقة في روضة السيدة؟ لا في مسلس ماس بيرو نفسه أنتوا عندوكم هناك منطقة اسمها مسلس ماس بيرو مسلس ماس بيرو اللي جمع حضراتكم ديه دي فيها أبراج أبراج كده مسلس ماس بيرو ده جنبنا أنتوا عملتوا منطقة هناك بنفس الاسم تطوير مسلس مسبيره هو نفس المنطقة هو في مسلس مسبيره ده تطويره تم إنشاء عدة أبراج هناك من ضمن الأبراج دي في نسحب أصحاب الأرض اللي كانوا موجودين اللي محبوش يغادروا منطقة فقعدوا في نفس عملنا اسكان بديل في برج من الأبراج الموجود لها رودة السيدة ده غير رودة السيدة رودة السيدة دي منطقة منفصلة لكن أنا بكلم إنه عندنا تطوير في كل المناطق في القارج الأديمة من ضمنها رودة السيدة مسلس مسبيره صور مجرى العيون عين الصيرة كل الأماكن دي إحنا بنطور فيها في وقت واحد طب يعني المشكلة أحاك بتقولي معلومات سريعة أنا بس عايز أعرف رودة السيدة عملتوا فيها إيه وكانت إيه رودة السيدة إحنا بنينا برضو اسكانها شوائي بنينا فيها اسكان اجتماعي للناس عمارها كلها عن اسكان كلها اسكان اجتماعي وبعد كده كان المشروع بنقل سكان مسلس مسبيره فبدأته تعملوا برضو مسلس مسبيره ده الواحده ده مسلس مسبيره عبارة عن منطقة سكنية منطقة سكنية عبارة عن أبراج الأبراج دي احنا أخذنا منها برج أو برجين ديناهم اسكان بديل اللي كانوا سكنين في مسلس مسبيره فقط وكملة المرافق وفيها متكملة تمام فينا عملية الربط بقى بين عمليات التطوير اللي بتتم في هذه المنطقة المختلفة يعني انت عملت رودة السيدة عملت مسلس مسبيره دلوقتي شغالين في سور مكرا العيون وبحارة عين السيرة انت بتحول المنطقة كلها اللي هي مصر الأتيمة كلها بتحولها لشكل مختلف عملية بقى تنسيق بين التطوير ده كله بيتم ازاي؟ يعني انت طورت هنا وطورت هنا يعني ما ينفعش تكون كل ده جزء منعزلة لازم تكون فيه ألية بتربط كل ده لا طبعا فيه شبكة طرق بتربط ما بين المناطق دي كلها تم تنفيذها من البداية زي ما انت حضرتك عن طريق محافظة الكهارة وعن طريق الهندسي طيب اذا كنت انت طورت رودة السيدة ومسلس مسفيرو المشروع نفسه انتوا مخططينه ازاي؟ يعني مين بيتحمل تكاليف الصيانة؟ بيتابعوا عملية الصيانة ازاي؟ لان دي طبعا عمرات جديدة فلابد يكون فيه من الجهاز عملية صيانة ومتابعة عشان تفضل محافظة على الشكل الحضاري لهذه المساكن بصورة جيدة انتوا يعني بتعملوا ويف ده؟ طبعا بيبقى بعد كده مجرد ان انا بسلم بيبقى فيه زي وديعة بتتدفع بيبقى بنسند لشركات للصيانة بيبقى فيه شركة مسؤولة عن الصيانة بعد كده بيتابعوه يعني بيتابعوا عملية الصيانة في الاماكن دي كلها طيب بحالة عني الصيرة لما يتم افتتاح كل ما فيها لحدك قلت عايز اعرف كمان الافكار بتاعت المكان نفسه عندك فكرة مستوحى من اي حضائق عامة حضائق عالمية الفكرة نفسها ولا دي شركات متخصصة هي اللي عملت التصميمات وانتوا بتعمل عملية التنفيذ هو مكاتب استشارية هي اللي تمت بعمل التصميمات واحنا بنتابع التنفيذ الوزارة بتكلفكوا بعملية الاشراف باستمرار من خلال كل مرحلة بيكون التعليمات ايه بيكون التوكيه ايه فيما تعلق بدوركو كجهاز احنا كجهاز او هاية مجتمعات عمرانية جديدة بيبقى دورنا دايما متابعة المشاريع القومية على مستوى الجمهورية او في المدن الجديدة اللي احنا اشتغلين فيها ودي بتبقى تعليمات من معالي الوزير وزير عاصم الجزار الحقيقة يمكن يعني احنا بنتابع الملف كان الكلام بيتكلم عن ان التطوير بحارة عين السيرة بيتم كمشروع ضخم جدا على غرار الحضائق العالمية زي الهايت بارك في بريطانيا وغيرها من الحضائق العالمية تقدر تقولي تفاصيل متعلقة بهذا الامر هل فعلا هتكون بالشكل ده ولا لسه الصورة مش باينة بالنسبة لكو لا يا فندم هي اعتقد انها وصلت لمرحلة متقدمة جدا ان احنا نقررنها بحاجة زي كده احنا وصلنا ان احنا خلص تعريبا في نقل المواد هتشوف الصورة خالي دايل يعني احنا وصلنا مرحلة متقدمة جدا جدا في ان احنا نقررن بالعالمية في الموضوع يعني وصلت لقيف بالنسبة لبحارة عين السيرة يعني وصل خلصوا ايه يعني اشرح لي كده بحارة عين السيرة اتشكلت بالكامل كتشكيل بحيرة كتشكيل جزيرة استوائية كتبطين للبحيرة نفسها جميع اللاندسكيب خلص بنسبة 100% جميع المرافق الدخلية واللي من مية راي من مية شرب خلصت كاملة جميع المباني بدأنا فيها شغل خلصنا تقريبا معظم مباني عاملين محطة معالجة لان حضرتك عارف ان بعض البحيرة الكوروني اللي فاتت او الاود اللي فاتت دي كلها الاود اللي فاتت دي كانت البحيرة اتلويست بطريقة غير طبيعية فاحنا عاملين محطة معالجة تكلفتها 15 مليون جنيه لعادة تدوير المية دي ومعالجتها تاني من اود طيب خلينا ينضم الينا عبر الهتف دكتور علي الادريسي واستاذ الاقتصاد دكتور تحياتي اهلا وسهلا نساء الخير على حضريك وعلى كل المشاهدين الكرام وعلى ضيف حضرتك الكريم اشكرك جدا طبعا دكتور حذك بتتابع ما يتم في مشروع احياء القاهرة التاريخية واعادة الوكل الحضاري والتاريخي والتراثي للقاهرة بشكل كبير اللي منها تطوير منطقة صور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة لو بكلم سيادتك عن الجدوة الاقتصادية لمست هذه المشروعات والمشروع ده تحديدا احنا بنتكلم على مشروع ضخم جدا احنا بنتكلم على مشروع بيقع على مساحة ما يقوم من حوالي 90 فدان تقريبا ضعف المساحة المرتبطة بمثلث مزبيره فهو مشروع ضخم جدا وهي رسالة مهمة جدا لان الدولة بتعمل على توازي بمعنى ان في نفس الوقت اللي الدولة بتنشر فيه اكتر من 14 مدينة جديدة على صور طوع العاصمة الاترية الجديدة هي في نفس الوقت لم تترك القاهرة التاريخية والمناطر التاريخية وبتعمل على تطوير بالنسبة للجدول الاقتصادية مستحيل ان القطاع الخاص او المستثمر يذهب لمناطق عشوائية او مناطق غير مخططة لها او مناطق للأسف الشديد مظهرها غير حضاري نتيجة الوضع السيء جدا اللي وصلت له منطقة مهمة جدا بالنسبة لنا وهو منطقة صور مجال عيون للأسف الشديد كلنا نعلم تماما وكنا بنشوف المنظر اللي كلنا كان يعني للأسف الشديد في حالة محالات الحزن كمصريين على منطقة تاريخية ومنطقة لها تاريخ كبير جدا على عرض مصر ان هي كانت تبقى بالشكل اللي كانت عليه لكن سكرة التطوير دي ازاي ان هي تبتح اقفار جديدة وطوار جديدة للمستثمين سواء كانوا محالين او اجانب في ظل ان الدولة كمان بتعيد تخطيط هذه المنطقة ان يبقى فيها جزء طرفيه يبقى فيها جزء سياحي تبقى عامل جذب لي السياحة بمعنى ان احنا كمان بنعمل مقاطس سياحية جديدة في مصر يعني السياح اللي بيجي مصر ما يبقاش بس تترجم بتاعه او اهدافه ان هو بيروح الالعى على سبيل المثال لكن انا دلوقتي بعمل مقاطس جديد قريب من المنطقة دي بضيف وبخلق قيمة مضافة لي قطاع السياحة ومن ثم بالنسبة لي الاقتصاد المصري كلنا نعلم تماما نلتقي ان قطاع السياحة واحد من اهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصري وبيقدر ان هو يوفر ملايين من فرص العمل وبالتالي احنا كمان بنخدم اهالينا في منطقة سور مجر العيون بتوفير فرص عمل جديدة عملية تطوير قطاع السياحة بيستفيد الاقتصاد المصري بيستفيد وبالتالي هي كلها اه اعوائد مهمة جدا لكن مستحيل ان كان القطاع الخاص هو اللي هيقوم بعمليات التطوير تلك فحية دولة تبدأ هي اللي تستطيع تطور هي اللي تمحس للمستثمر ان هو يبقى موجود نقدر نستفيد من رؤوس اموال سواء محلية او اجنبية تم تخها في استثمارات في هذه المنطقة نقدر ان احنا نشوف مظهر حضاري يليه بينا كمصريين ويليه بدولتنا يليه بالتاريخ العظيم اللي احنا بنحمله على عاصفنا دي كلها نقاط مهمة جدا ومقاصد بتضاف للقطاع السياحة وبإذن الله يكون لها موجود مهمة جدا على اهلنا في صور ناجر العيون في البداية وعلى المصريين بشكل عام طيب دكتور يمكن حد ممكن يسأل سؤال يقولك يعني هل هذا الامر كان بيحتل ليه مرتبة متقدمة في قلويات الحكومة البعض كان ممكن يقولك الفلوس اللي بتتصرف على تطوير هذه المناطق كان ممكن تروح لاماكن تانية تكون اكثر اولوية لكن من وكهة النظر الاقتصادية لسيادتك ترتيب الاولوية بالنسبة للحكومة في هذا الامر انها اتخذت القرار وقالت لا نشتغل في هذا الامر ونصرف ولكن هيكون المرتود اكثر ايجابية على المجتمع المصري كله خلينا نقول الدولة بتعلن للعالم كله مش للمصريين بس عاني ازاي ان هي بتحارب وبتسعب بجهة القضاء على العشواريات وعلى اي مظهر غير حضار وبالتالي ترتيب الاولويات هو مرتبط بالملف ذات نفسه لكن بمعنى ان احنا لما بنبدأ فيه صور مجرى العيون فهو دورت مش معناها ان فيه مناطق اخرى حيتم تركها لكن هي الفكرة كلها مرتبطة كمان بالمردود والعائد بمعنى ان احنا بنتكلم على مطار تاريخية هتقدر ان هي تجذب استثمارات هيبقى فيه دخل يدخل للدولة وعوائد بالتالي نقدر نستفيد من هذه الوفرات ان انا اقدر اطبع بيها مطار تانية ما يكونش لها الطابع التاريخي او ممكن ان هي تتحوق مقصر سياحي زي ما هيحصل في منطقة سومجة العيون فبالتالي الوفرات والعوائد والاموال اللي ممكن ان الدولة تحصل عليها تقدر ان هي يتم تخصصها في اماكن اخرى ما يكونش لها نفس العائد الاقتصادي لكن بالنسبة للعائد الاجتماعي فهو اكيد متماسل في كافة المناطق لان احنا بنكافح ظاهرة كلنا كنا بنعاني منها لأخوض كثيرة جدا وهي القضاء على العشويات والقضاء على المظاهر غير الحضاري تفتكر يا دكتور في استثمارات ممكن تكون مصاحبة لعمليات التطوير سواء كانت استثمارات خاركية او حتى استثمارات داخلية اكيد طبعا لان الدولة من المميزات اللي بتقوم بيها ان هي بتعرض خطة التطوير منذ البداية على العالم ككل اللي مش هقول حتى بس على المصريين بمعنى ان الدولة يمكن بتبتدي تتوق حتى للفرص الاستثمارية مبكرة ابتدت ان هي تعرض الفكرة المثابطة بعمليات التطوير الاماكن اللي ممكن يبقى فيها الكافهات او السياحة السينمات وغيرها من الاماكن الطرفهية شكل الممشا اللي ممكن يكون موجود اللاند اسكيب يعني خلافه من عمليات التطوير الشكل النهائي ممكن يبقى عمل ازاي وعلى فكرة ده كمان لما نيجي نرجع حتى المنطقة مسلس مزبيره كان فيه عرض الكتير من الفيديوهات بالنسبة للتصور النهائي والشكل النهائي لعمليات التطوير فالدولة بتحاول ان هي تبتدي تتوق مبكرا قبل حتى عمليات التطوير هو الشكل النهائي هيبقى ازاي بحيث ان يقدر نجرب اهتمام المستثمرين وازاي ان يبقى فيه جلب ليه استثبارات سواء محلية او اجنبية تقدر ان هي تحقق لنا عوائد مباشرة او عوائد غير مباشرة يعني احنا مش بنستهدف بس نقل ليه رؤوس الاموال او لقامة استثبارات لكن كمان فيها هداف مهمة جدا زي توفير فرص عمل جديدة في ظل كمان تدعيات كورونا والمشاكل المرتبطة بمعبادات البطالة وخلافهم من هذه الامور اللي العالم كله بيعاني منها لكن عملية التسويق والترويج للفرص الاستثمائية الجديدة اللي هتبقى موجودة في هذه المطرة اكيد هيبقى ليه مردود مهم جدا على الاقتصاد النصري انا بشكرك جدا الدكتور علي الادريسي والساز الاقتصاد شكرا كزيلا طيب مشاهدين الكرام بدروح مع حضراتكم نتابع تقرير عن زيارة رئيس مجلس الوزراء لهذه المنطقة ضمن اهتمام الدولة بالقطاع الطبي جاء تفاقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعمال اعادة تأهيل المعد القومي للأورام وتطوير خدماته والتي تشمل المبنى الرئيسي بتكلفة تبلغ مئة مليون جنيه وتطوير المبنى الجنوبي للمعهد بتكلفة تبلغ نحو ثلاثمائة وثلاثة عشر مليون جنيه مدبولي طالب بضرورة الانتهاء باقصى سرعة من اجمال اعمال التطوير وبمستوى عال من الجودة كما تفقد مدبولي اعمال تطوير قسم الطوارئ ليصبح مستشفى الاستقبال والطوارئ بالقصر العيني وفي اطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية تفقد رئيس الوزراء اعمال تطوير سور مجرى العيون بعد نقل المدابغ الى مدينة الروبيكي مدبولي شدد على حل وازالة اي معاوقات قد تعترض تنفيذ المشروع بما يسهم في انجازه وفقا للبرامج الزمنية المحددة اعمال تطوير المتحف القومي للحضارة وبحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة كانت ضمن جولة مدبولي بعد ان تحولت البحيرة من بؤرة للنفايات والعشوائيات الى منطقة ساحرة ومزار سياحي في اطار خطة متكاملة لتطوير منطقة الفستات لاعادتها لصابق عهدها وتحويلها الى منطقة جذب سياحي عالمي هشام حامد النيل بكمل مع حضراتكم هذا الحوار للمشاهدين الكرام مع سيد المهندس عبد الحميد الشرقوي نائب رئيس جهاز منطقة عين الصيرة وصور مجرى العيون بشمانس يعني في الورق قدامي ان فيه افكار لإقامة مسارح مكشوفة في بحيرة عين الصيرة بالفعل احنا عاملين مسارح مكشوف في بحيرة عين الصيرة وهتشوفوه ان شاء الله في ناقل الممات ده وبرضه في صور مجرى العيون عاملين مسرحين ضمن مسرح مكشوف ومسرح مغطى بيستعر لـ 460 فرق فيين؟ في صور مجرى العيون في صور مجرى العيون في مصرح مكشوف ومصرح مغلق ده بيستعر لـ 460 فرق وفي عين الصيرة عاملين مسرح مكشوف برضه تنسيق الشكل الجمالي للبحيرة بشكل عام بين ولا لسه في المراحل النهائية يعني لو أي حد راحش في المكان دلوقتي يمكن حاجة بتقولي التسليم في شهر ثلاثة يعني قربنا من الانتهاء لا فدنم احنا بالفعل البحيرة خلصانة بنسبة 100% شهر ثلاثة ده للمباني للمطاعم للكافيتريات للاستكمال بعض التشطبات بس مش اكتر لكن البحيرة كالاندس كيب وكتشكيل البحيرة خلصان وجهز حتى الكافيتريات الموجودة في الحديقة الاستوائية أو كافيتريات الشاي دول خلصانين بنسبة 100% كل ده حولين البحيرة خلالنا تخيل الشكل مع حضرتك كل ده حولين البحيرة يعني هكي اشرح للسد المشاهدين حتى الشكل العام البحيرة عبارة عن 2400 متر بحواليها مامشة سياحي بطول 2500 متر في اتجاه واحد ولا في كل الاتجاهات حولين البحيرة حولين البحيرة حضرتك مامشة رئيسي بيتخلالها المسرح المكشوف برضو في قلب الميا في قلب الميا جوه البحيرة في قلب الميا يفندم وعملينه كوبري مدخل كده كوبري ليه في حضرتك استوائية دي فيها كافيتريتين برضو في قلب الميا بنعدي لها بكوبري برضو عندي بقى المطاعم معمولة عندي 3 مطاعم 2 شماليين وواحد جنوبي الجنوبي على دورين كله معمول بمستوى اعلى بمستوى البحيرة بحيث ان الفيو بتاعه يبقى شايف البحيرة كاملة لو حضرتك قاعد في المسرح انت بتشوف متحف الحضارات وورا حضرتك انت بتشوف البحيرة وبتشوف القلعة وبتشوف القلعة كمان من نفس المكان بتشوف القلعة من نفس المكان حالك قلت لي البحيرة انتهت بنسبة مية في الميا يعني يبقى بقى المباني التانية للكافيهات المباني بس مش اكتر المباني نفسها مقامة لان المباني كلها عبارة عن منشآت معدنية فخلص الهيكل المعدني وبس التجديد الخارجي بالزاز او التشتوبات الداخلية هي اللي بقى مين هيدير الحاجات دي؟ يعني انتو كجهاز هيئة المجتمعات العمرانية هي اللي هتأجر الحاجات دي لعملاء وبالتالي تشرف على عملية الادارة؟ لا يا فنم هو احنا بصدر التعاقد مع الشركة او فيه شركة الريدي موجودة لتسويق البحيرة والكافيتريات بتاعتها اي حد بيشوفنا دلوقتي يقولك تبا عايز اخد كافيتريات دي عليها توجه لمين؟ لا هو فيه لسه فيه شركة حضرتك هي اللي هتقوم بالتسويق شركة واحدة هي اللي بنتعاقد معها هي اللي بتقوم بالتسويق مش هيئة المجتمعات العمرانية؟ لا مش هيئة المجتمعات بتتعاقد مع الشركة والشركة هي اللي بتقوم بعملية التنفيذ بالزبط يا فنم تحب تقول ايه للمصريين حوالين هذه البحيرة بشكل عام؟ انا بقول لهم ان ده كان حلم وتحقق وان شاء الله الاحلام اللي جاية كلها بإذنة تحقق نورتني في هذا الحوار انا بشكرك السيد المهندس عبد الحميد الشرقوي نائب رئيس جهاز منطقة عين السيرة وصور مجرى العيون شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا وانتم مشاهدين الكرام لكم ان كل التقدير حتى نلتقي في حوار قدم شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم